لا طالما حذرت مصر من أن التسويف في تسوية القضية الفلسطينية وتجاهل حقوق الشعب الفلسطيني ينذر بمزيد من التوترات التي تقود الاستقرار في الشرق الأوسط بل لفتت مراراً إلى أنها قد تمتد لتهدد السلم والأمن الدوليين ومنذ اندلاع التصعيد الراهن استشعرت الدولة المصرية خطورة الموقف هذه المرة التي يواجه فيها الفلسطينيون عنفاً مفرطاً غير مسبوق تجاوز كل الخطوط عنفاً تجاوز ما تدعيه إسرائيل من أنه دفاع عن النفس إلى أسلوب ممنهج لتصفية القضية الفلسطينية من هنا كانت القاهرة محور الاتصالات الرامية إلى التهدئة وخفض التصعيد انطلاقاً من إدراك جميع الدوائر الدولية والإقليمية لدور مصر الفاعل في هذا الملف فضلاً عن دعمها للقضية الفلسطينية التي تعتبرها قضية مصرية بالأساس اتصالات هاتفية من كل حدب وصوب تلقاها الرئيس المصري من واشنطن ونيويورك وموسكو وبروكسل ومعظم عواصم العالم فيما كانت الدبلوماسية المصرية تتحرك في مختلف الاتجاهات في كل هذه الاتصالات كان الموقف المصري واضحاً برفض قاطع لأية دعوات للتهجير القصري وتغليب مصاري دعم التهدئة واستعادة لاستقرار الأمني وأولوية الحرص على حماية المدنيين ومنع استهدافهم وفي خضم هذا العنف غير المسبوق أولت القاهرة أهمية قصوى للشق الإنساني تخفيفاً لمعاناة الشعب الفلسطيني تزامناً مع تحركاتها المستمرة لكسر حالة الجمود السياسي وفي هذا الإطار جاءت مبادرة رئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالدعوة إلى قمة إقليمية دولية من أجل فلسطين وهي الدعوة التي لقت استجابة كبيرة وتلبية واسعة لبحث صبول حل الأزمة الراهنة وسعياً لإطلاق أفق سياسي لتسوية القضية الفلسطينية على نحو عادل ودائم استناداً إلى حل الدولتين